اكد سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليم الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل اهمية موصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية عبر مختلف البرامج والمبادرات وذلك من خلال توفير الفرص التعليمية النوعية امامهم ليواصل ابناء البحرين تحصيلهم العلمي بما يتماشى مع متطلبات التنمية ويسهم في تحقيق الاهداف وبلوغ الغايات والاسهام بفعالية في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله منوها بالدعم المستمر الذي يحظى به قطاع التعليم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليم الخيري في قصر الرفاع اليوم حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع واخر مستجدات اعمال لجنة التعليم والجودة اضافة الى مناقشة مستجدات لجنة الاستثمار وادارة الاملاك والخطط الموضوعة التي تسهم في استدامة الموارد المالية للوقف ودعم دوره في توفير فرص التعليم العالي اشار سموه الى حرص مملكة البحرين على مواصلة الاستثمار في قطاع التعليم لتوفير الفرص التعليمية النوعية لابناء الوطن ودعم التحصيل العلمي والاكاديمي وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل لافتاً سموه الى حرص وقف عيسى بن سلمال التعليم الخيري على توفير المقاعد الدراسية المناسبة للطلبة في مختلف التخصصات من خلال بعثات الوقف التي تتوائم مع متطلبات سوق العمل وتسهم في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم المهني والعلمي من اجل الوصول للاهداف المنشودة وفي مقدمتها جعل البحريني الخيار الاول في سوق العمل ترجمة نانسي قنقر